مرحبا زي ما حكيت لكم بالحق السابقة أنه بنا نحكي عن ارتدادات صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الحال الأردن اليوم لأول مرة عكس كل الدنيا أو عكس كل التاريخ السابق بالعادي كنا تيجي وثيقة مفاوضات نحكي فيها اليوم فيه تطبيقات على الأرض تنعكس لاحقا باتفاقات صفقة القرن لمن يتحدث عنها تستهدف ثلث شغلة أولا إلغاء حق العودة فيش إش اسمه حودة ولا جينة اثنين ما فيه إش اسمه دولة فلسطينية ثلاثة وهذا الأخطر ما فيه سكان في فلسطين لا الطبيعية ولا التاريخية يعني ثلث مسائل في منتهى المهمة بلشت صفقة القرن بترسيم حدود الكيان الصهيوني القدس عاصمة الجولان أرض صيونية غور الأردن بكرب انضم إذن على الأرض مستوطنات باتت ليست أماكن مرفوضة دوليا الخارجية الأميركية تعترف بأن الضفة الغربية كلها أرض متنازع عليها ما عادت أرض ومحتلة زي قرارات الأمم المتحدة إذن المستوطنات قائمة على أرض متنازع عليها وبالتالي ليست بؤر استيطانية مرفوضة هذا الخطاب الأميركي الخارجية الأميركية تواجه السفير الأميركي بأن الأردن كان محتلاً للضفة الغربية وبالتالي يعني يعني بكرة شوي بيزو تقولك وحرروها الصهايني من الاحتلال الأردني للأسف وسط صمت رسمي من أطراف المعادلة إن كانوا في السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الأردن جانب الثاني اليوم هذا التضييق كله هذه الضغوطات كلها هذه الممارسات على الأرض كلها شو بدها تقول؟ بدها تقول إنه ظل الآن في مجموعة سكان وين من نروح فيهم؟ الحل معروف أنت اليوم البؤر الاستيطانية قطعت كل أوصال الدولة الفلسطينية فيش اسمه دولة فلسطينية مستقلة فيه مستوطنة أرض فلسطينية مستوطنة أرض فلسطينية مستوطنة أرض فلسطينية بما يسمى نظرية القبضة إذن المرور لهذه المناطق بده يصير من هاي الجهة مش من هاي الجهة مش من جهة فلسطين بده يصير من هون من جهة الأردن إذا الأردن بدي يتحمل هذه الكلفة عشان ما نضحك عبعها هل لدينا استعداد لمقدم 2 مليون بعرف إيش بيحكوا عن مشاريع هون 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 ولكن السائد إنه اليوم ما حد عم بيحكي عن إجراءات كيف نقوي الوطن الأردني لمواجهة صفقة القرن للأسف لا يوجد لدينا مشروع رسمي مشروع رسمي لمواجهة صفقة القرن هذا يعني حكومة قوية برلمان قوي عشان نحضر لـ 2020 هذا البرلمان والحكومة هم اللي بدون نشيله مع الملك للأسف لا عنا حكومة قوية ولا عنا برلمان قوي بتظل الحال الشعبية أيضا الحال الشعبية الآن مفككة ومش مستقرة نتيجة الضغوطات الاقتصادية ولكن بجوز الشارع الأردني ما زال على عهده بفلسطين وقضيتها وتوجهها ولكن اليوم ببساطة شديدة المطلوب أردنيا هون كلنا إعلاء الهوية الوطنية الأردنية وتقويتها وتصليبها وصمودها أمام المخطط الإسرائيلي يعني فلسطين بدون يحكوا عن الهوية الوطنية الأردنية وبالأردن بدنا نحكي عن الهوية الأردنية كيف تصليبها وبدنا نحكي عن أهلنا اللي جوا كيف تصلى بالهوية الفلسطينية وكيف تقوى شامر أتحكي عن بعض الحل الإجراءات الأميركية على الأرض اليوم ماشية بالدوزر وداعس الردود والاستجابة الأردنية الفلسطينية ما زالت دون المأمول باستثناء يعني الملك منفردا هذا الحكي مش مريح أن يكون الملك منفردا مش مريح وبخوف إذا فيش برلمان قوي إذا فيش حكومة قوية هذا صعب وصعب جدا الواقع العربي تجاوزنا وقطع على الصهائنية وقطع هو إياه اليوم إحنا في سؤال وجودي سؤال حقيقي عن وجودنا في الأردن إذا لم نلتفت إلى بناء اللحم الوطنية على أرضية إعلاء الهوية الوطنية الأردنية كلنا في خطر إذا بدنا ننتخذ على الطريقة السابقة ابن عمي وابن بلدي وهذا إلنا وهذا من هذه الحارة وهذا من هذا الشرقة وهذا من غربة ضيعنا حالنا لا أمل لنا إلا بمواجهة هذه المشاريع الملك بقود بالخارج بقوة حكومة قوية برلمان قوي ودون ذلك نكون قد نقدم الأردن طبقا سائغا لتنفيذ مشروع صفقة القرن على الأرض أو تصير الحرب الأهلية هول لأنه في جهات صهيونية بتقول لك هاي فلسطين والأردن فيش إش يسمه أردن إذا هذا اللي بنا إياه خلينا نظل نفكر بالعقلية السابقة سلام بيودو مع أمار كلاب